يا ريال التوهايب هنفكوا التاب بطلوا دوشة مش عارفين الزاكر ايه يا ابن انت انت عايز تكتمنا في بيتنا ولا ايه لا يا سعدوا عن اصلي اصدع ليهم هما حتى ينكي كمان عاملين لها بدوشة بقولك ايه بابا نعم انا بكرا عندي ابتحان عملي وحكشف على عيانين في المستشفى طيب يا زيدي عال ايو بس ما انا كنت بقولك عشان خطر عايزي رسوم رسوم ايه تاني اهنا ماذا دفعنا المصاريف ايو بس اصلي العيانين ما بردوش يولدنا على حالاتهم الا ما ياخدوا فلوس يعني ايه ما اطلوب مني ايه اصرف عليك وعلى اخواتك وعلى عيانين في المستشفى اه جاك اولا ما يويك كتب ومصاريف وجسس وجزم وشربات ومكواجي وحلاق وملابس ودوم ايه يا ابني ايه 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 انا بحر انا موظف صغير قد كده هو موظف غلبان ايه جري يا ابني انجر من قدام وانا كل ما اطلوب منك حاجة استمعني الموشح ده موشح يا هليل ادب قصد التقطوقة دي كده كده قرمش من قدام اياك تطلوب مني طالب بعد كده انت اصلك مش داريان ما انتش حاسس بالهم اللي انا فيلي طب اعمل ايه انا بس اعمل ايه اهلا كمال ازاي 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 صحيحة انت عندك حاجة؟ قال قعدة منصوبة تعال لا معلاش مش عيبة خميسة تبقى طالب محترم في كلية الحقوق وتقعد مع علم زي دول العلم اللي زي دول دول مجوم المجتمع الجديد تعال تعال طب اقولك ايه ايه انا عايز خمسة جنيه السلف خمسة جنيه؟ اي وانت تعرف برضو ان انا ينكسر معايا خمسة جنيه؟ ام طب وبعدين طب انا كنت كنت عايزهم ضروري بقى يا راجل تبقى زملتك بنت زي اللي شفتها معاك والدور تستلف دا انت تقدر تقلشها وتعيش مالك قلشها؟ قلشها دا ايه؟ ولا نشال ولا طالب في الجامعة يا ابني حتقلشها باسم الحب البت ما نزلتش عينها من عليك طول ما احنا وقافين اسمع غني عليها وخد القرشنات احتفظ بقى افكارك الهباب دل روحك اسمع خميس ان راجل بينتظر ان المستقبل باسم مالصايحة طب ما خدتش ليه من انهار بنت خالتي ما هي ساكلة تحتكم ومقرشها هو انت كل تفكيرك في اخذ الفلوس من الحريم؟ انا ماشي تعال 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 انت بازقالش تعال 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 انا احجبلك الخمسة جنيه طب مش عايز احراج ما فيش احراج انا عمر ما شفت واحد منستلف من غير احراج خلش يا بتاع المستقبل الباسم الصلاة النبي يا حيض تعال تعال انا مستقبل مساء الخير مساء الفل هات خمسة جنيه يا دندان خط خد يا بكمان اه؟ خد خد يا دكتور ما تتكسابش ده حتة بخمسة ما تسواش تعريفة بناخدها في جلدتين حنفين ولما تبقى مزنوقة تعال اصرح معايا وانا اجبلك عشر اتنشر جنيه في اليوم بدل الدكتورة اللي انت بزنق فيها دي مع السلامة يا بكمان مع السلامة مع السلامة